إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني أن استهدى فالبرى التحطية الاقتصادية للإقليم يلحق الدرارة بجميع المواطنين العراقيين مشددا على إيقاف هذه الهجمات شاء ذلك خلال استقباله وزير الكهرباء في الحكومة الاتحادية زياد علي فاضل وجرى في الاجتماع التباحث بشأن الأعمال والمشاريع والإصلاحات الجارية في قطاع الكهرباء مع التأكيد على أهمية إدامة التنسيق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لضمان تحسين وتطوير منظومة الطاقة الكهربائية بشكل عام وتطرق رئيس الحكومة إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخرا حقل غازي كورمور مشددا على أن استهداف البنى التحطية الاقتصادية للإقليم يلحق الدرارة بجميع المواطنين العراقيين وأنه لا بد من وقف هذه الاعتداءات وتصدي لها ومنع تكرارها